أهلا وسهلا بكم من جديد في أولى محطاتنا نتحدث عن سوق أسبوعيا يفتتح أبوابه في كل ثلاثة لزبائنه في مدينة رامالله سوق نجه فيه العديد من المنتجات والمصنوعات الغذائية الخالية من المواد الحافظة وخدروات وفواكه عضوية ولربما هذا ما يبحث عنه العديد وأيضا يعطي فرصة للأيدي العاملة الفلسطينية بالإنتاج والتسويق أيضا لمزيدنا التفاصيل عن هذا السوق وسعدنا اليوم أن الصديق مسؤول التسويق في جمعية عدل وهي القائمة على هذا السوق الأستاذ جهاد عبدو صباح الخير أهلا وسهلا صباح الفل كيف أصبحت؟ الحمد لله منيح أنه اليوم مش الثلاثة يعني فاضين آه الحمد لله يعني بداية منذ متى يعني كم من الفترة الزمنية اللي كل ثلاثة بيكون في هذا السوق بيفتتح أبوابه هذا السوق من خمس شهور أطلقته عدل ضمن برنامجها اشترس احتك واللي منقدم فيه كل المنتجات الخالم للمواد الحافظة وخالم للكيمويات واللي بتعطي فرصة للمستهلك الفلسطيني انه يحصل على هاي المنتجات وبالتالي هو بشكل مباشر بساعد الأسر الفلسطينية الأقل حظا وأكثر فقرا من خلال هاي النقطة اللي بتجمع المنتجين مع المستهلكين الفلسطينيين رحي سألت تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع اللي بجمع بين الشركات أيضا وفيه شركات مختلفة ولكن الزميلة ديالة خوري زارت سوق الثلاثة وأعدت تقرير التالي المر من هذا المكان يستوقفه سوق شعبي صغير قد لا يختلف عن باقي الأسواق الشعبية لكن محتواه من خضروات طبيعية عضوية ومأكلات طبيعية تتجرد من احتوائها على مواد حافظة تؤذي صحة الإنسان وأخلوها من المبيدات والإسمدة الكيميائية مميزة برائحتها ولونها وطعمها ونكهتها ارتفاع في نسبة الأمراض الموجودة لدى الناس يعني احنا عمنا بنسمع بأمراض جديدة وكل سبب والمسبب الأساسي اللي هي المواد المصرطن والمواد الحافظة الموجودة في المنتجات نعم هذا السوق إجا كسوق موازي للسوق القائم حاليا كونه أنه كل المنتجات اللي فيه أورغانيك منتجات طبيعية خالية من السميات والمواد المصرطنة سوق الثلاثاء في مدينة رامالله سوق أسبوعي غدائي صحي خالي من أي بضائع إسرائيلية سوق يعتمد بشكل أساسي على تجييع المنتجات المحلية الوطنية وتجييع المنتجين الصغار لمساعدتهم في تسويق وتطوير منتجاتهم البان وأجبان مخللات وزيت زيتون أعشاب طبيعية وخضروات وغيرها من المنتجات أبرز تلك المعروضات هذا السوق بيجي في إطار برنامج إحلال بدل الاحتلال هدفه هو توفير للمستهلك الفلسطيني منتجات فلسطينية معروف مصدرها بهدف محاصرات المنتج الإسرائيلي وتحويل شعار المقاطعة من شعار يعني في الرغبة والتمني والتخطيط لبرنامج واقعي منطقي اللي بيساعد المنتجين الفلسطينيين إنهم يدفعوا إنتاجهم بالسوق واللي بعطي فرصة للمستهلك الفلسطيني إنه ياخذ هذا الإنتاج وهيك بتكون الحلقة أو الأطراف السوق المنتجين المستهلكين قدروا إنهم يتناغموا على قاعدة المصالح الاقتصادية والمصالح الوطنية العليا ولعل المستهلك الفلسطيني هو المستفيد الأكبر من هذا كله كونه يعود عليه بفائدة صحية عدا عن دعمه لمنتجات وطنه وإحلاله خسارة اقتصادية للمنتجات الإسرائيلية هذا بالعكس يعني ممتاز ومنشجع حتى يزيدوا الكمية اللي فيه لأنه أوشي أهدافه كويسي أنه بتشجع العائلات خلنا نسميها مش تحكي الفقيرة أما يعني بنسدد حاجيات الناس كداخل باعتبار نفسه بسيط زائد الإشي الصحي وأنا اللي أخلصني بمحاط عنه دائما يعني الهيجينيك فبالعكس وأنا من الزبون الدائمين يعني يوم كل ثلاثة باجي كويس ممتاز يعني كل يوم ثلاثة بحاول أجي أشري من هذا السهول لأن المنتجات أورغانيك يعني بعيد عن المواد الحافظة والمواد المصنعة يعني مواد صحية هذه الأسواق المعتمدة بشكل كامل على المنتجات المحلية والغذائية الصحية وتجردها من أي منتجات إسرائيلية تدعم بشكل أو بآخر المنتجات الوطنية وتسوق منتجات مصنعيها لقناة الفلسطينية ديالة خوري أيضا هذه فكرة عن سوق الثلاثاء حدثنا يعني منذ خمسة شهور مدى إقبال أيضا المستهلكين على زيارة هذا السوق بالحقيقة نحن من نتفاجأ كل ثلاثة بتزيد حجم الأعداد اللي بتيجى على هذا السوق والمناسبة هذا السوق يعني بيغطي ثلاث قضايا أساسية القضية الأولى أنه بيعطي سعر عادل للمنتجين الصغار وبالتالي هون ملحكي عن عدالة الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية المسألة الثانية هو بيوفر كل المنتجات وطنية معروف مصدرها وبالتالي هالناس اللي بيهتموا في موضوع تشجيع الانتاج الوطني يعني بيتوفر لهم هذا الموضوع والمسألة الثالثة الحق في الصحة الناس كمان بدها لما تدفع مساري تشتصحتها مش تشتسمون بتتراكم في أدسادها وخاصة كل ما الوقت بمر عم نشوف قديش في أمراض عم تظهر اللي هي نتيجتها كل المواد اللي عمنا كلها اللي كمان هي مواد ممكن يكون فيها بدخل مواد كيموية مصرطين أيضا بالتالي كثير من الناس بتبحث عن مصادر حقيقية خالية من مواد حافظة اللي ممكن كمان السوق الثلاثاء يكون مثال على هذا الموضوع طيب سؤالي يعني مؤسسة عدل كيف توصل للناس اللي ممكن يسوقوا منتجاتهم يعني مين هم اللي بسوق هل اليوم إذا فيه مشاهدين عم بيحضرونا وعندهم منتجات بقدر يسوقوا لمنتجاتهم نعم عدل الآن تقدر يعني تفتخر في الرقم اللي قدرت توصل له 350 أسرة فلسطينية هم بستفيدوا عمالهم من برامج عدل إما بشكل كل أو بشكل جزئي من كافة المحافظات وفيه كمان 21 جمعية تعاونية وخيرية عدل يستهدفتهم بهذا البرنامج زائد في تعاونيات غير مسجلة كشركات يعني مجموعة من المنتجين الصغار بتوحدوا ضمن تعاونية وعدل بتقوم بتدريبهم بتوفير لهم الأساسيات في الإنتاج ومن ثم بتأخذ إنتاجهم بتدفعه في السوق في الحقيقة أي حدا بقدر أنه يتصل في عدل ويفحص إمكانية أنه يدخل لهذا البرنامج بهذه الجزئية وبهذه العملية هل بتساعدوا أيضا في موضوع طرق أكثر مثلا ممكن تكون قابل للإنتاج أكثر بالتالي من نتحدث عن الزراعة ممكن يكون الشكل النهائي يعني شفنا معلبات وشفنا أكيد بيكون فيه زيتون لبن مخللات كل هاي الأمور ممكن تكون من جوة لبيوت الفلسطينية هل كمان بتساعدوا كيف يكون الشكل النهائي كيف تحفاظ عليها ولا فقط مقتصر على يعني احتواء هاي المجموعات نعم في الحقيقة اليوم بتقدر عدل تفتخر أنه عندها 82 صنف بتقدر تطرحن بالسوق 82 صنف يعني بتحكي عن أكبر شركة صارت بفلسطين اللي عندها هاي القائمة طويلة من المنتجات الفلسطينية الشكل النهائي هذا بيجي ضمن برنامج متكامن الآن عدل أدخلت ثقافة جديدة عند المزارع الفلسطيني اسمها الزراعة البيئية وهذه الزراعة البيئية هي الأحدث الآن بالعالم واللي بتعتمد على صناعة التربة الطبيعية اللي فيش فيها كيمويات وأقل مصروف للمياه وأعلى إنتاجية بخمس أضعاف وبدون جهد وبدون تعب للمزارع الفلسطيني اشي بسموها النظام المساطب وهذا يعني زراعة حديثة جدا وهنا أنا بشكر الخبير الفلسطيني ساعد داغر اللي ساعد المؤسسة في تحياتنا اللي صديقنا في البرنامج نعم اعداد وتصميم هذا البرنامج وبالحقيقة إنه كثير من اللي مارسوا هاي الزراعة بلشوا يشعروا بالفرق الاقتصادي من جهة والجهة الثانية إحنا لأنه إحنا أحد الركائز الأساسية موضوع أنه نقدم غذاء صحي للناس هذا ساعدنا بشكل كبير وبشكل واضح خلي أصل على النقطة مهمة ممكن تكون بالنسبة للناس يعني أسواق عديدة ومتنوعة وبالتالي كمان كتير مرات من فوت على السوق ومش عارفين من وين أصل هاي المنتجات ولا شكلها ولا وين مزروعة يعني بالتالي كمان المستهلك يعني ببني ثقة مع سوق عارف وين مصدره وعارف كيف تنزرع هاي الأمور هذا مهم ولكن كمان ناحية الاقتصادية مهمة معنا هل بتم مقارنة الأسعار المنتجات مع الأسواق الأخرى وبالتالي وأنا ما بقول إنها الشرط تكون أرخص اللي ممكن يكون فيه تكلفة أعلى ولكن ممكن توضحنا هاي النقطة أشكرك هذا السؤال كثير مناسب عدل طرحت حالها كمؤسسة غير ربحية بتشتغل على ثقافة الفيري تريد أو التجارة العادلة الأساس بالتجارة العادلة هو السعر المنصف بمعنى لازم لما نطرح السعر يكون منصف للمنتجين ومنصف للمستهلكين يعني فيش في حدا بنظلم بالنص وبالتالي إذا نأخذ أي منتج بعمله تحليل المدخلات الإنتاج قديش كلفت قديش الشغل المبدول من قبل المنتجين زائد المصاريف الأساسية اللي لها علاقة بالتسويق اللي بتدفع هذا المنتج للمستهلك وبالتالي لما يكون فيش في ظلم للمنتجين بالتأكيد وبوجود عدل إنها شركة غير ربحية بوصل السعر للمستهلكين بدون ظلم عشان هيك موضوع السعر والتجارة العادلة والسعر المنصف هو أساس بميز هاي الشركة عن باقي المؤسسات والشركات بالبلد ليش المهم اللي حابب بحكي بهذا الموضوع إنه اكتشفنا إنه كثير من أسعارنا هي أرخص من السوق واكتشفنا كمان إنه كل ما زادت المبيعات كل ما نزل السعر السوق وبالتالي هاي المؤسسة الوحيدة اللي بتنزل أسعارها مش بتطلع عكس السوق عشان هيك فيه إقبال منقطع النظير وبالمناسبة أنا يعني من خلال التلفزيون الفلسطينية باعتبر هذا اللقاء بمثابة صرخة قدام كل المستهلكين اللي هم يجوا على السوق أو يتصلوا على العدل ويأخذوا منتجاتهم بالمناسبة عدل السوق أحد نشاطاتها سعرنا نحكي عن نشاطات أخرى اللي كمان بتوصل منتجات الفلاحين والسوق يعني والمنتجين للبيوت ولكن خليني أسأل كمان شيء عن السوق يعني حدثنا أكثر أكيد بدنا نتأكد أن ندرع الناس أنها تزور السوق الثلاثاء ولكن شو فيه كمان قصص ممكن تحكينيها عن الفلاحين المشاركين الأشخاص المشاركين أنت شعرت أنه فيه فرق يعني كل من استضيف جمعية أو مؤسسة أو حتى بيت عم بنتج هذه المنتجات دائماً المشكلة بالتصويق ومشكلة أن أسواقنا كمان ما بتستوعب هذا الكم يعني وحتى التخصيص فأنت شو بتقدر تنقل لنا من خلال تجربتك مع المشاركين نعم في الحقيقة بدي أنقل بعض الكلمات اللي بسمعها من المنتجين يعني أحد المنتجين دائماً بيردد إنه ياريت لو فيه خمسة زي عدل بالبلد كان فيه عدالة ياريت فيه مؤسسة زي عدل كان هلأفش فقر بفلسطين فبالتالي السوق وفرهم فرصة نعم 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 بالتأكيد كل ما زادت مبيعات عدل كل ما إحنا دخلنا أسر جديدة ضمن هذا البرنامج طبعاً عدل الشريكي كمان مع المنتجين بالتالي هي كمان تستفيد يعني يعني بيتم تقسيم هذا ما يبتم أيضاً يعني أخذ من أو كسبه يعني صحيح يعني فيه نسبة ممكن تكون بالتأكيد فيه نسبة نسبة إلى علاقة بالمصروفات اللي بتنحط على المنتج عشان نقدر يوصل للمستخدم بالتالي كل الأطراف مستخدمة نعم عدل هي بالأساس لما انطلقت وجدت إنه إم المصايب بفلسطين في ظل استباحة السوق وفي ظل عدم موجود سياسات الإحمائية لهذا السوق وفي ظل الهجمة الموجودة إسرائيلياً على السوق الفلسطيني وجدنا إنه الأساس بهذا الموضوع كيف ممكن إحنا نخلق أفكار إبداعية لتسويق المنتجات داخل السوق المحلي بمعنى سريعاً ممكن يعني لضيق الوقت فقط تمرر لنا بعض المشاريع اللي انتوا كمان بتقوموا فيها بعنوينها عشان كمان ناس تكونوا تبحث عنها أكثر بعض هاي المشاريع بتقوموا فيها أول شي سوق الثلاثاء قريباً جداً حيكون كمان سوق زيه يوم بالأسبوع في منطقة بيت لحم ونتأمل إنه نتوسع لباقي المحافظة قضية الثانية عادل بتطلق حملات تسويقية موسمية بمعنى هلا إحنا على مشارف زيت الزيتون عادل بتعمل حملة اسمها زيتك لحد بيتك بتتصل التلفون بوصلك الزيت لحد بيتك أو الجبنة أو العنب أو 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 إلى آخره مسألة الثالثة عادل عندها مركز دائم يعني من الساعة 8 الصبح للعشرة بالليل فاتح بس موجود على حاجز قلندية لأنه هذا بيستهدف أهل القدس بالتحديد عادل كمان تعمل معارض تضامنية لمدة ساعة يعني بمعنى بيجوا شباب عادل على مؤسسة أو على بنك أو على وزارة بيعرضوا منتجاتهم خلال ساعة واحدة بدعوا لكل العاملين يشتروا يذوقوا ويشتروا وبالتالي النمطية التسويقية التي تشغل عليها عادل مختلفة لها علاقة بالابتكار والإبداع التسويقي الشعبي ما بين المنتج والمستالك مباشرة وكمان المهم أن نتذكر أنه هذا بيفيد عائلات فلسطينية متحدث عن أكثر من 300 عائلة تستفيد ويتحفظ كمان أنها تزرع أكثر وهذا مهم في إطار دعوتنا لتوطيد علاقتنا بالأرض وأيضا دعم فلاحينا ويكون جزء من هذه العملية والإنتاجية بالتأكيد إذن دعوة للمشاهدين لزيارة سوق الثلاثاء وقريبا أيضا في بيت لحم نتممنا أن هذه التجربة كمان تعمم في مدن فلسطينية مختلفة أخيرا إذا في طريقة يمكن للمشاهدين أيضا التواصل مع عادل نعم أنا بفكر أنه اليوم سهل جدا موضوع الفيسبوك فيسبوك بس حطوا شركة عادل وهو كما رقم هاتف بوضح ورقم الجوال 0599 27 14 19 كمان مرة 0599 27 14 19 شكرا كتير لك على وجودك معنا